اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسمحوا لي مشاهدنا انا ارحب بضيفنا في الاستيديو لليوم الكاتب الصحفي عمر اوديميش اهلا ومرحبا بك في سوريا شكرا لكم اهلا بكم ابدأ معك استاذ عمر من موضوع اغلاق حكومة اردوغان لمواقع التواصل الاجتماعي قبل الانتخابات البلدية ومن ثم اعادة فتحها وتحديدا اليوم الى ماذا يرمز ذلك بذرائك اردوغان انزور سيشمني يشد لا تنطلق هذه الحقائق ويعرفها الشعب ويتبادلها فيما بده اغلق تلك المواقع هذا النوع من السلطات تعتمد على الذهنية الاغلاق ذهنية التحريم ذهنية المنع تعتمد على الضغط وعلى العقوبات يتابعون سلطاتهم وحكمهم بهذه الطريقة وهذا ما فعله اردوغان حقيقة في هذا الموضوع اثار السخط لدى الشارع بشكل عام وهي محاولة تضييق جاءت ايضا لمحاولات الاردوغان خلال تضييق على الصحفيين وفي موضوع القضاء والتي سوف نأتي عليها في خلال سياق هذا الحوار لكن السؤال هنا موضوع كسب وموضوع الجبهة الشمالية والتورط التركي الفاضح هناك تورط تركي في الاحداث في سوريا منذ بداية الازمة لكن هذا التدخل اللوجستي بالتغطية النارية للارهابيين وما حصل من مجازر وتهجير ايضا بحق السكان الارمن كيف تقرأ هذا التورط والذي جاء ايضا قبل ايام من انتخابات اردوغان البلدية لم يتوقف القمع ضد الصحفيين وحسب بل نالت كافة شرائح المجتمع في تركيا نصيبها من هذه الضغوطات حزب العدالة والتنمية يمارس الضغط ضد كل من يخالفه الرأي يحاول تصفيت معارضيه وممارسة القمع ضدهم فقد تم اعتقال رئيس تحرير صحيفتنا صحيفة يور ومنذ فترة قليلا خارج من السجن وليزال مرسلنا في حطاء موجود في السجن وليقد رفع ضد العديد من الدعاوي الآن هذه اليوم يعاني اكثر من كافة الشعب الصحفيون من هذه الضغوطات ومن هذا القمع نحن نعرف ذلك وندرك ذلك ومع ذلك نمارس اعمالنا بكل مهنيا وصدق موضوع كسب والآن نأتي إلى موضوع كسب لقد احرقت اكبادنا كسب فالشعب الذي يعيش في كسب اليوم تعرض للمجزر منذ عام 1914 هو الشعب الذي تعرض للمجزر عام 1914 وبعد مئتعام يتعرض للمجزر جديد بعد مئتعام كسب وقد تم اختيار كهدف بشكل واعي ومدرك كسب اليوم تعرض للمجزر جديد كسب كسب اليوم تعرض للمجزر جديد 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 للمجزر جديد للمجزر جديد وقد تحضر للمجزر الجديد للمجزر جديد من المسلحين دون علم الأمن التركي قال لي بأن الهجوم الأول يتمنى من خلال الباب ويتمنى الهجوم من قبل مئتي شخص يلبسون الأقنع هؤلاء الأشخاص ليسوا مجموعات إرهابية بل هي مجموعة تم تدريبها تحت إشراف الجيش التركي يجب التنويه إلى النقطة التالية بشكل خاص المسلحين من التركيين الذين يذهبون من سوريا إلى تركيا في السيارة في السيارة الآن ومع فقط الناس بخصوص كبيرات العملية على قد تقوير محفظ فيها منذ انه لموسكرا منذ قد سالة شبه آلات عملية المسلح هؤلاء هم من شنا الهجوم أيضا الآن ، فإن العنصر الأرمني في كساب هو أمر هام في استهداف هذه المنطقة و بعدها ، فإن العنصر الأرمني الموجود في كساب هو أمر هام في استهداف هذه المنطقة أن النقطة التي ستتعقد فيها الأزمة هي نقطة الحل و ستكون اللاذقية هي مفتاح الحل للأزمة السورية برغم من كل هذه الحجمة الشرسة و من كل هذا الحجد العسكري و بالرغم من هذا الحجد قد يستطيعون حتى التمركز في نقطة الحل و خسروا أكثر من ألفين المسلح و قتلوا حوالي مئت أرمني و هناك عديد عشارة من الأرمني في الأسر تم خطفهم وأما الذين تم أنقذهم من كسب هناك العديد من الأرمني يقاتلون على الجبهة بالعودة إلى موضوع الانتخابات التركية و الأسئلة الكثيرة التي أثرت حول هذه الانتخابات و ما جرى فيها هذا النجاح الذي بين قوسينا لحزب العدالة و التنمية في تركيا لأردوغان ما تحليلك لهذا النجاح و كيف جاء هناك العديد من الأسئلة التي تزال إلى الآن و جدل دائر في تركيا حولها هناك العديد من الأرمني في هذا النجاح لا أعتقد أننا يمكن أن نسميه نجاح لا يمكن أن يكون كل فوز هو نجاح هذا الأمر يتم عرضه للنقاش إن اجتمع عشر أشخاص و قتلوا شخص واحد هذا ليس نجاحا فإنستخدم أردوغان قوة الدولة و قوة الشرطة و القوة التي يملكها ضد الشعب لا يمكن أن نسمي النتجة التي حصل عليها بأنها نجاحا و برغم من كل ذلك في تاريخ الكمهورية لم تشهد تركيا انتخابات فاشلة كهذه فقد تم الاعتراض من خلال عشرين منطقة و خرج العديد من الأصوات المزورة و برأيي هذا ليس نجاحا هذا مجرد ردة فعل لشخص تم حصره في الزاوية من قلت حيلاته و من قلت خبرته و من قلت حقوق السوزة استطر الاستخدام لانتهاك القانون لانتهاك الدستور و الاستخدام كافة أنواع التزوير هناك نتيجة واحدة تم الحصول عليها و هذه النتيجة التي حصل عليها لن تجعل حكم حزب العدالة والتنمية استمر طويلا الشعب التركي سيفرض ارادته والشعب التركي لا يؤمن بأن الصناديق عبرت عن ارادته ولا يمكن لنتائج هذه الانتخابات ان تكون شرعية انها قانونية ولكنها ليست شرعية في هذا الموضوع يعني العديد من الصحفيين وعودة هنا اعود لموضوع التضييق على الصحفيين كتبوا عن هذه الموضوع هناك ملاحقة قضائية الان محامو اردوغان يرفعون دعاوي قضائية ضد خمسة صحفيين تحديدا في هذه الفترة هناك تضييق كثير عليهم وضع الوضع الصحفي بشكل عام في تركيا وردت الفعل ايضا من خلال الصحفيين والشعب التركي تجاه هذه التضييقات وخنق الحريات في تركيا يريد أن يغرمنا بدفع غرامات كثيرة ونحن لا نملك المال بالأساس ما يريده مننا فعلا هو حبسنا يحاول ذلك لقد حسر في الزاوية وقلت حيلته كثيرا و لهذا السبب يبتدع قضايا ودعاوي ويرمي الناس في السجون وانا سأتحدث لك عن ما يسمى مهزلة عشتها وستطيبblowing بشكل نفس الدولة قد تحكمني في دونة الانتماع لمنظمة يسارية ودعاو الله على اشتはいاما في اسطنبول تحكمني لمنظمة الانتماع لمنظمة الانتماع له الآن الانتماع لمنظمة الانتماع لمنظمة الانتماع لمنظمة الانتماع له سي لن تحتформ على اين تقديم أين من مناظمة وردت حوالي يفق إلى ا Lynنب لا يقفى لها أنت تلون شرح لمنظمة ومعينة وتجعلني أنتمي إليها. وبالنهاية تريد منظمة من خلالها رمي في السجن. لا يوجد في تركيا شيء اسمه القانون. هناك انتهاكات للقانون في ليلة واحدة يمكن أن تصبح متهم. وفوق ذلك في المحكمة التي أتعرض لها في اسطنبول يوجد في نفس الاحثة الاتهام. بين شركاء في الجريمة مستشار الاستخبارات القومية التركية هكام فيدان. هل يمكن لهزل أن يحصل بهذا؟ هذا القمع الذي يواجه في تركيا. يحاولون ممارسة القمع ضدنا. بالإضافة لذلك سأتحدث لك عن التهديدات ويسألوني وأنا قادم إلى سوريا لا يوجد خطور عليك وعلى حياتك. أنا أقول لهم الخطر في تركيا علي أكثر من الخطر الذي سأتعرض له في سوريا. تركيا جمهورية التاريخ أسوأ وأفضع مرحلة في تاريخ الجمهورية. حتى الحكم العسكري في انقلاب 12 أيلول لم نجد هذا القمع ولم نجد أسوأ من هذا الحكم هذه المرحلة. وهذا يبين البعد الجريمة الإجرام الذي وصلت إليه حكومة حزب العدالة والتنمية. هذه السلطة ستدفع للشعب ثمن كل جريمة ارتكبتها. بالعودة ذكرت موضوع القانون وتجاوزات هذه الحكومة من خلال ممارساتها للقانون. الوضع القضائي في تركيا منذ فترة ليست ببعيدة وليست قريبة أيضا كان هناك العديد من المارسات. لم يبقى قضاء في تركيا. حاليا كيف يتم النظر في هذا الموضوع بعد هذه الحركة التعديلات والتنقلات التي أجراها والإعفاءات التي قام بها أردوغان. إعفاءات للقضاءات من مناصبهم بعض القضاءات من مناصبهم. المشكلة ليست هنا. تغيير الأماكن ليست مهمة. المشكلة هي يريد تغيير أو غير النظام القضائي. يعني يمكن لأحد المدعي العامي أن يرفع قضية ضد أحد الوزراء. يمكن لأحد المعلومات للوزير ويقول له لكي يتصرف قبل. أي يمنع من رفع أي دعوة ضد هذا الوزراء. لا يبقى استقلالية للقضاء. لا يبقى موساوات أمام القانون. لا يمكن لأحد المدعي العامي أن يقدم مجرم للمحكما قبل موافقت الوزراء. لا يمكن لأحد أن يحاكم السلطة. السلطة هي التي ستحاكم الجميع. وكل المدعي العامي وكل قدي وكل قضي خرج هذا النظام تما عرضه للقضاء. يعني حققا بشيء قال. أي لا يبقى شيء اسمه قانون. أي لا يبقى شيء اسمه قانون. أي لا يبقى شيء اسمه قانون. لا أحد لديه ويحيش يمتلك ضمانة لحيات على حياته. الضمانية قانون. أي من أحد اعداد يتكلمون على حياتك ومن يتكلمون على حياتك. أي تكتوب الأمس وشيء على حياتك. أي أنتك مؤشاتك في اليومية التي تعيشها في العالمية وقتر. أي أحد أن تحاكم أيضا ، يعني أن تحاكم السعداء التي ستحقهم على حياتك. حقا. أي أحد ان تحاكم في اليوم إثناء في اليومية ومعالك اضمان تحاكم سوصلة. حتى أنهم بدأوا يعتقلونك لكي تقوم بجريمة يعتقلونك على أساسها يعني وصل الوضع القانوني في تركيا إلى هذه المرحلة هناك دول العالم الثاني و تركيا'nın 1940'lı يوضع القانوني في تركيا إلى هذه المرحلة هناك دول العالم الثاني اليوم لا تعيش تركيا حتى المرحلة التي كانت تعيشها عام 1940 حسب ما تقول بأن القانون والقضاء في تركيا غير موجود وغير لا وجود للقانون في تركيا ما الذي تقوم به سواء من الأحزاب المعارضة دورها في هذا الموضوع كيف يتم التعامل مع هذه التعصفية التي تقوم بها حكمة أردوغان إجراءات المضادة من قبل سواء الشعب أو الأحزاب المعارضة هل لا يصنعوا مهالفة البارد مجرد؟ لآلغان المعارضة المعارضة في المعارضة في تركيا الثاني مهالفة البارد موجود الثاني ولهذا السبب حتى إن علوا صوته حتى لو تكلموا حول هذا الموضوع لن يغيروا من شيء كمي هكوكسزلقه راكش تبكي افاده ديوره صغير ربما يعبرون عن رد فعلهم ضد الانتهاكات القانونية ولكن هذا لا يغير نتيجة هذا كأحزاب لكن أما الشارع التركي الشارع العام هلق نصل كموي نصل هلق تبكي سني جوسترد هزيران ايلم لديه الشارع عبر عن ردد فعله في مزاهرات هزيران في ساحة تكسير في اسطنبول وقد عبر عن رأيه وعن ردد فعله بشكل موقع النظير وقد عبر من خلال هذه المزاهرات عن ردد فعله ضد ما يحصل في تركيا وانا اعتقد بان الايام القادمة او المرحلة القادمة ستشهد مثل هذه المظاهرات لان الشعب التركي لم يعد لا يستطيع تحمل اكثر من هذا النوع من القطع من القمع ومن هذا الفساد ومن جديد سأعتقد بانه سيطرح رأيه من جديد في الشوارع من خلال المظاهرات طيب مظاهرات هزيران هنا نقطة التي تحدثت عنها استمرت مدة شهر وحقيقة اثارت الكثير وهددت اردوغان بشكل مباشر لكنها استخدم القوة ضدها واتطرت الانسحاب من الشارع برأيك في حال حدثت هذه المظاهرات تقول في الايام القليل القادمة واستخدم العنف هل ستستمر هذه المظاهرات حتى اسقاط اردوغان لانهم ضاقوا ذرعا كما تقول ام انهم فقط مجرد مظاهرات للتعبير عن رفضهم لهذه السياسة كمواطن تركي انا اسألك هنا بداية لم تنسحب الشعب من الشارع بسبب الضغط فقط يعني بسقدا وسالدردا دولايي تشكل سيدي بر اي سورمازل ذاته حتى ولو انها ستنسحب كان ستنسحب بسبب الغمع لم لا مكانت ستب قليم دكشار لقد تعرضت للقمع وليلعنف خلال عشرت ايام الاولى هر ايلمين بير يترللق سورسي vardır ولكن لكل تنظيم لكل مظاهرة هناك ديموم محددة وعندما تنتهي هذه الديمومة تنتهي المظاهرات ولكن من خلال هذه المظاهرات بين الشعب التركي ولكن من خلال هذه المظاهرات بين الشعب التي لم يحرق ساكن منذ سلسين عاما نزل الى الشوارع وشعب انتاكيا على سبيل المسال شعب ادانا أيضا 30 يلدر hiçbir كتلة ساكن منذ سلسين عاما نمي حرق ساكن من ولم ينتفض اosaic ساكن من بحثة يمكن للخطة ليسو منها باقوا شهورا لم يدخلوا الى منا زيلهم وحتى اليوم هم في الشوارع يومون دانيا حزيران دانيشة دانيشة ورشتركوا بالتوجه الناولة المظاهرة من القومة الدناء جزين مقومة الدانيا تتبقوا بالتوجه للأمز ازيرة شکلت ارضية يمكن البناء عليها وانا اميت تماما بي أن المظاهر القديم ستكون أكوى وستكون اكثر ديمومة و لا أعتقد أننا سننتظر زمانا طويلة حتى نرى هذه المظاهرة لأن هذه السلطة فقدت مشروعيتها بسبب الفساد والسرق والسرق والكذب والتزوير والهجوم على الناس و لقد رأى الشعب كل ذلك بأمعيني هل تستطيع أن تفكر بسلطة تخطط من أجل الحجوم على الحجم؟ لقد قلت أن أجل حجم الأخذها بأمعيني السلطة تحرط الجحب ضد نفسها ضد شعبها ضد شعبها كيف يمكن أن نقبل بحكمة هذه السلطة ؟ في الحروب يموت الشعب لا كموت الحكومات لم يموت المحردون في أي وقت من الأوقات بل الشعب هم الذين يموتون وما فعلته هكومة تركيا هي جريمة ضد الإنسانية وإنتهاك للقانون الدولي وفي الوقت الذي تم القبض عليهم وهم متلبسين بالجريمة فلا يمكن لأحد أن يسكت عن هذه الحكومة بعد ذلك موضوع الفساد والرشاوة التي أثيرت ضد أردوغان وضع الاقتصادي في تركيا كيف هو الوضع الاقتصادي الآن في تركيا فسرقة ما هذا في تركيا؟ تركيا للغاية في تركيا الحقيقي ما يسمى ربياء الكاذب فهم من حول الترقية الآن في اكتصال ما يسمى للقرية فهم الأمر رعيس احسابة لتخطي بالطبع الغير cannotabى فتح الطريق من الشعب الأمر من الخوف تركيا حول النوم حكوم الأمر من الكرد فهم الأمر من الهتره победة وهذه الدائرة تدور باستمرار ثانيا هناك اقتصاد تم تنميته بسبب الاموال الساخنة فقط قطر والسعودية وعدد من الدول الخليش ترسل الاموال الساخنة إلى الحكومة العدالة والتنمية ولكن انظرنا الى المعطيات الاقتصادية نجد ان الشعب ازداد بوسا وفقرة وخاصة في خلال السنة الاخيرا 300-350$ asgari ücretle çalışan insanlar يوجد في تركيا ناس يعيشون بسلس مئة وخمسين دولار كي تكشي برد بشر كشي لك اولاً يوم كالاناً يوم كالاناً يوم كالاناً يوم كالاناً مستخدمه 45 مازوط بصدر كالاناً كالاناً يوم كالاناً نستخدم الكهرباء الأغلى في العالم ونستخدم وسائل النقل الأغلى في العالم ونشرب الماء الأغلى في العالم ومن خلال الموال التي يقبضونه من خلال هذه الغلاء من هذا الغلاء يحاولون أن يديموا حكمهم هناك شعب يعيش كل لحظة بدفع الضرائب ويتعرض للسرقة باختصار هذا هو الوضع الاقتصادي في تركيا كي لا نخرج كثيرا من هذا الموضوع موضوع كان من المعروف عن الجمهورية التركية بأن الجيش هو حام هذه الجمهورية رأينا القيام حكومة أردوغان بالعديد من الاعتقالات للضباط وما إلى هنالك موقف الجيش من هذه التصرفات لحكومة أردوغان أين هو الجيش التركي في هذه المرحلة؟ ونحن أيضا نتساءل أين هو الجيش؟ لأن جيش الجمهورية هام جدا تم تأسيس الجيش التركي خلال عهد الانتقال من الدولة العثمانية إلى الدولة التركية وهم هذا الجيش التركي في تركيا نظري وانواهد الانتقال من الدولة لحكومة في هذه المرحلة تركيش التركي في هذه المرحلة تساءل واليوم تم تصفيت من يطلق عليهم الكماليون من الجيش التركي وتم تصفيت الدموقراطيين منذ زمن بعيد والعلاويين لا يصبحون جنرالات في جيش التركي والأرمن لا يمكن أن يكونوا ضباطاً في جيش التركي ويصبح اليوم هناك رتب عالية المستوى من حزب العدالة والتنمية هناك رئيس أركان عاما تم اختياره من قبل السلطة وحناك مجلس أمن قومي تم انتخاذ به أيضا من قبل السلطة ومن قاوم ذلك تم وضع بعضهم في السجون والبعض الآخر تم تصفيتهم وليوم لا يوجد جيش يمكن أن يظهر ردة فعل ضد هذه السلطة والأمر الغريف في الأمر والغريف في الأمر أن عدد الشرطة في عام 2002 كانت تسعين ألف واليوم ميتين وستين ألف لماذا احتاجت السلطة لكل هذا العدد من الشرطة ومن أين حصلت على هذا العدد ولماذا تم تطويع كل هذا العدد من الشرطة من سيحمون من خلالهم ومن قد يمكن أن نقول عام 2002 لم يكن يوجد دولة واليوم يوجد دولة ومن قد يوجد دولة هذه السلطة تشكل قوتها المسلحة من خلال الشرطة هناك كتلة من الشرطة حجد من الشرطة يهجم على الناس في الشوارع هناك قوة أمنية تتحرك بأمر من السلطة ضد الشعب حيث أن حزب العدالة والتنمية لم يؤمن بقوة الدولة فأسس قوة خاصة به حكومة حزب العدالة والتنمية جاءت تحت شعار صفر مشاكل مع دول الجوار لكن ما نراه اليوم أنها تحولت إلى صفر علاقات مع دول الجوار كيف ترى هذه العلاقات لهذه الحكومة؟ صفر قمشي صفر صررنا صفر قمشي يا والد وصلنا انتقلنا من صفر مشاكل لصفر جيران المثير في الموضوع تركيي دا شوانا قدر جلمش أن بجاركسد دششتر بقانه حتى اليوم لم يأتي لتركيا وزير خارجيه فاشل كوزير الخارجيه الحالي و لكن لا يمكن أحدا أن يحركه من مكانه يعني بشاركسد ديشترسن يعني بالعادة كما هو معلوم الفاشل يغير الفاشل يبدل الا أن وزير خارجيه و هر قمشيه بشاركسد ديشتر بقانه و بالرغم من أنه فاشل في كافة علاقاتنا مع جيراننا لا يزال موجودا في مركزه في منصبه و بالرغم من أنه فاشل في منصبه حتى التصريح الذي أدله به حول التنصت الذي يجرى مؤكرا يقول بأن هذا إعلان حرب يعني الذي أعلن الحرب هو ذاته علينا و هو الذي سيرمي الصور علينا و مع ذلك يرى أن التنصت عليه هو الحرب و اليوم أدله بتصريح حول كساب يقول لا يكون لدينا أي علم بذلك نحن لم نرغب بدخول المسلحين إلى كساب أنه يكذب أمام أنصار العالم دون حجل يوجد مشاكل مع العراق و يوجد مشاكل مع العراق و يوجد مشاكل مع العراق و أساسا معروف العلاقات مع سوريا و ، إذن الانسان يوجد مشاكل مع العراق من المتقيم أو حتى الآن يوجد رأيك عندما يوجد مشاكل مع العراق و يوجد مشاكل مع العراق بلك علاقاتهم مع عدد الدول الأفريقية جيدة وهذا إن كان كافيا سيقول أنا وزير خارجية ناجح بما أنك أتيت على ذكر موضوع التسريبات والتسجيلات التي سربت حول الحديث الذي دار بين داود أوغلو وعدد من المسؤولين للأتراكي فكانت ردة الفعل عند الشارع بعد سماع بهذه التسريبات والاستماع إليها هذه التسريبات هي الحقيقة ولكنه مدهش هل يمكن لحكومة تمارس كل هذه التحكات؟ لم يكن يعتقد بأن سلطة لا شرعية سلطة فاسدك هذه تحكمه حتى نسلطة لم تقل بأن هذا الكلام ليس لنا هل يمكن لحكومة تمارس كل هذه التسريبات؟ فقط سألت من الذي تنصطه وكيف تنصطه؟ هل يمكن لحكومة تمارس كل هذه التسريبات؟ 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 لم يكن لا توافضار معكم هل يمكن لحكومة تمارس كل هذه التسريبات؟ استغ vindون مentry تأحب فيخر الخبر لا يمكن لحكومة لم يكن لحكوم محمد ولا ي Mana يمكن لحكومات مickets Double Fan تكون هنا أحكومة تمارس كل هذه التسريبات و المصارف و المعملات التي يملكونها بلن يستطيعوا تقاسم الثر والتي سرقوها و لكن هناك نقطة هامة جدا و لكن هناك نقطة هامة جدا أنهم عندما كانوا يمشون يدن بيت كانوا يخططون ضد بعضهم البعض بلن يتنصتون على بعضهم و يركبون بعضهم و كانوا يتنصتون على بعضهم و كل واحد منهم يخطط لقتل الآخر و هم يتنصتون على بعضهم البعض و هم عبارة عن بنيتين تتغذى على الذينية الدينية و هم يتحدثون عن الحرام والذنب و هم يدعون بأنهم يمشون بالحلال والحرامة و الآن لم يتفقوا حول الحكم حول السرقة للأموال حول الثروا و لهذا بدأ القتال بينهم و الآن ماذا ستقول للشعب؟ كل واحد منهم يحاول أن يؤثر على قاعدته و هم يتنصتون على قاعدته و هم يتنصتون على قاعدته و و هم يعتدون على قاعدتون على سرعة شروط ديمقراطية لا يريدون أن يتخلوا عن حريتهم لا يريدون أن يتخلوا عن ديمقراطيتهم وبرأي بين هذين الفريقين الفريق الأول والثاني والفريق الآخر ستشهد تركيا مشكلة كبيرة كأعلامي وكسياسي كيف استطعت التأثير هنا تحدث تجربتك الشخصية في هذا الموضوع وإذن عن تجارب غيرك كيف استطعتم التأثير على الرأي العام التركي الداخلي في تركيا بعد هذه الحقائق وإضاحها للمواطنين الأفراق الشعب التركي مندهش من جهة يقول هنا دولة ولكن في الحقيقة لا يوجد دولة دونة قدر دولة دونة قدر دولة دونة قدر دولة دونة قدر دولة حتى الأمس كان يقال يوجد دولة داخل دولة يعني أنه أنه قدر دولة حلقة قدر دولة وخلال الفترة القصيرة القادمة سيتضح كل شيء في ذهن الشعب التركي ولكن لأول مرة تشهد تركيا مرحلة تنخفط فيها ثقة الشعب بالسلطة وأنا كصحفي وكمواطن في الجمهورية تركيا لا أريد شيء مخجل أن أعيش ضمن تحت سقف سلطة تسرق بلدها إذا كنت أيضا السلطة إن كنت ستسرقين أموال اليتم وإن كنت ستتركين الناس يجوعون في الشوارع وتسرقين حقوقهم هناك الجميلة ومع ذلك تريد أن تبقينا في السلطة هناك رئيس وزراء لا يستطيع التصريح أو الإضاحة كيف تخرج الأموال من بيته و هناك وزراء في العلب الاحزية أموال تعود لأبنائهم وفي منازل أحد مدراء الملوك يوجد 4 ملايين ونصف دولار و لو لم يتم التدخل بالقضاء و لو استمر القضاء بعمله لا نعرف من الذي كان سيد تضح أيضا لقد تم التدخل بالقضاء وتم وقف العمليات ضد الفساد ولولا ذلك لكنا رأينا العديد من الفضائح الأخرى وكان الشعب سيارة أكثر وأكثر ومنون الحكسر ونعتقد بأن حزب العدال والتنمية يعيش أيامه الأخيرة في تركيا وينظر كيف يمكن أن ينقص نفسه من هذه المشكلة لأنه انتهك الحقوق القانون الدولي والقانون التركي أيضا لقد تم التدخل من العديد من القوانين لكي يبرق نفسه مثلا ميت ياساسي نغيير قانون الاستخبارات العامة لكي ينفي عنه التهم وتغييره لهذا القانون يفيد بأنه يريد أن يحمي نفسه من المحاكمة في مبعد ميت تشكيلات سلاح تشيارك سلاح تشيارك سلاح تشيارك يسمح بإجراء هذه التغييرات دون إجراءات قانونية معينة هذه التغييرات تشكيلات أين هؤلاء وهو تشتكسبًا هؤلاء تشكيلات او إجراء تشكيلات 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 محكمة الدستورية مؤلفة مشكلة من الناس التي عينها هؤلاء مارغتاين yapısını درمضان ettiler وتم القضاء على بنيت القضاء وحاصر القضاء بعملائهم هم وفي كل مرة أقول تركيا تعيش تحت الحصار الفهشي تم الاستلاع على المؤسسات وغيرت القوانين ويريدون إدامة حكمهم أكثر وكيف جاء هتلر إلى السلطة وغير القوانين من أجل استدامة ديموت حكمه استمرارية حكمه نعيش نفس المرحلة في تركيا هل هناك مواد في الدستور التركي تخول الحكومة التركية أن تصادق هي على هذه القوانين دون تغيير بعض المواد أو القوانين دون ترحها دون البرلمان التركي ومصادقة البرلمان عليها دون إذن قال لك إلا بتكل مواد أو القوانين تغيير المواد أو الق Romانين أترتدي دون تغيير المواد أو القديم تغيير الأدستور ، وأنتي أن تصادق وأنتي فاتزيا عجولت تلغي المحكمة الدستورية هذه القوانين نقول لم يبقى قوانين أي أنها تخدع القانون حتى تلعب على القانون بها تشتيت المجلس الأعلى للقضاء كان مجلس القضاء يأخذ ضمانته من الدستور تم القضاء على هذا المجلس من خلال القانون ينتهيك الدستور وتم تشتيته وحتى إن أرادت المحكمة الدستورية لن تغير أي شيء أي أن تركيا تعيش حالة حصار كاملة لهذا السبب على تركيا أن تأخذ نفسا قصيرا لأن الشعب التركي يحتاج لأرضية ديمقراطة يستطيع أن يرتاح عليها بعد هذا التوصيف للأوضاع والصورة التي وضعتنا بها الوضع في تركيا تركيا إلى أين؟ تركيا إلى أين تركيا؟ أمل أن تكون ذاهبة إلى مكان جيدا ولكن الصورة ليست كذلك أنا أعتقد أن الشعب التركي لن يحتمل ذلك كثيرا بعد كل هذا الفساد لا يمكن لشعب أن يحتمل كل هذا الفساد تركيا إلى سوريا وخاصة السياسة القذرة التي تنتهجها ضد سوريا تركيا إلى لا مستخدم في اكترى وقوة في تركيا الوضع وأرحتي في الصحاب والأين تقديم وشعب التكات الأعوضية التي تقدمه وفي أين تركيا إلى العدل مع الوضع وفي تركيا إلى طعف الشعب التركي أن هذه السلطة فتحت المجال لدخول العديد من العصابات المسلحة كالقاعدة والنصرة إلى الاراضة تركيا وأن هذا الفيروس دخل إلى تركيا الآن الحدود تحت الحصار المسلحين يوجد حوالي إلى خمسة وثلاثين ألف من المسلحين الملطقة أيديهم بالدماء والذين يحملون الأسلحة قاتل تركيا يجبعا سرمشتر سوريا سوريا تحارب ويتعرف ما الذي تريده ولكن نحن لا نحارب ولا نعرف ما الذي نريده تركيا أن هذه القوة تشكل تهديدا جديا بالنسبة لتركيا وخلال فترة قصيرة جدا سنرى نتائج هذا التهديد سندفع ثمن ذلك باهظا هل تعتقد بأنه سوف ينعكس السحر على السحر بعد دعم حكومة أردوغان لهؤلاء الإرهابيين سيرتد داخل تركيا داخل أراضي تركيا سيلاحلات تستقلت تركيا من أراضي تركيا سنعطلت إلى اراضي تركيا سيلاحًاً لأراضي تركيا سيلاحًا جداً على ساعدة تركيا قد اتشالت من خلال تركيا وهم يملكون اليوم ساحة للحركة يستطيعون من خلالها تنفيذ أيدي عملية يريدونها وهذا المفهوم السلفية يرى كل ما لا يشبهه عدو الله يعني تلك البطورية يعلم طريقة أن هذه المسلمين قد لا يتقلوا بأن تركيا أساعدتني في أيام وهم يتأشدون هذا في الحلوية التي سببها وهم يتدعون بأنهم أساسوا دولة خلافة على الحدود يا باتدك يا يملكون يا أصحاب لا تنركتك وأؤمن بأن الشعب التركي لن يبايعهم وهذا يعني أننا في الأيام القادمة سنكون أمام مواجهات وهجمات جدية في تركيا وخاصة إن وضعنا بالحسبان أن هناك تسكن غالبية من العلويين ستشهد مواجهات عنيفة هذه المناطق أقول بأن هذه العصابات المسلحة ستشكل تهديداً جدياً على تركيا إذن أصبح بنظر حتى الأتراك أردوغان راعي للإرهاب أردوغان ينتجي نظرتي الشخصية أنا أعتقد أن زهنية أردوغان تليق بهذه الزهنية إن أردوغان يمتلك زهنية أخوة المسلمين فحتى السعودية أعلنت لإخوان المسلمين بأنهم إرهابيين في مصر ولكن أردوغان فتح لهم مكاتب في تركيا هذا المنطق الذي افتتح المكاتب للإخوان المسلمين هو منطق إخواني كل ما يفعله ونظرته للعالم وللكون هي نظرة إخوان المسلمين هل ستصفق الجيش الذي أسقط حسن مبارك كيف ستعلنه بأنه جيشا إرهابي لأنه أسقط مرسي فهو الجيش نفسه فهل اختلف الجيش كيف ستصفق لمن أسقط حسن مبارك ولا تصفق لمن أسقط مرسي فهل كان الجيش المصري جيشا ثوريا عندما أسقط مبارك وأصبح جيشا إرهابيا عندما أسقط مرسي أي أنه ينصر إلى الأمور بذهنية أخوانية فكما رأينا انتهى الإسلام السياسي في مصر ولكن رئيس وزرائنا لم يدرك هذه الحقيقة تحدثت قبل قليل بأن تركيا بحاجة إلى الديمقراطية وإلى التنفس الديمقراطية والأتراك المواطن الأتراك سوف يسعون إلى هذه الديمقراطية كيف ستكون هذا السعي سوف يكون كيف ستكون هذا السعي بحاجة إلى الديمقراطية وإلى التنفس الديمقراطية حتى في الأيام التي جاءت فيها انقلابات عسكرية استطاع الشعب التركي أن يقبض على الديمقراطية في تلك الفترة وهذه البنية فاشية مدنية على الشعب التركي أن يناضل للقضاء عليها والشعب التركي لن يخضع للفاشية ولن يخضع للممارسة اللاديمقراطية وسيقاتل من أجل الديمقراطية والحقوق ومن أجل العلمانية وبرأي ستتسارح حدة النضال خلال الفترة القادمة شبهت الديمقراطية التركية بالديمقراطية الموجودة في الديمقراطية حكومة العدالة والتنمية أقصد هنا بديمقراطية السعودية وقطر سعودية وعربستان في قطر ديمقراطية بنزت ما يقضن يعني طرحت الديمقراطية الأسوأ في العالم في الحقيقة حتى رأينا الزمان الذي أرادت سعودية وقطر أن تحضر ديمقراطية لسوريا يمكنك للسرعة التركية مع التركية بارد galera سوريا يديمقراطية حكومة العديد للحقيقة وممتخفين تحرق بمجرد سوريا تحرق من أجل الديمقراطية لسوريا يمكنك التركيه نفسك في العالم أنا أتذر المقراطية لسوريا بأجل اليمن ثم أجل الديمقراطية للتركية أخير ما يمكن عمل الشعب التركي في هذه المقراطية؟ السبب الانتقالي شعب التركي في النقطة بعد رأيكم المقراطية ويوجد واجت أن يريد أن يحق للمنطقة العلامية لكنه لا يتكلم عن المنطقة ولا يتكلم عن التعليمات و يوجد الشعب لا يريد أن يحق لكم في الشريعة الإسلامية وهناك الشعب التركي مغرم بالحقوق الديمقراطية والإنسانية وسيعرف كيف سيتخلص من نظام خدعه وكذب عليه ونهبه تحدثنا خلال هذه النقاش عن الموقف التركي موقف حكومة الحزب العدالة والتنمية من الأحداث في سوريا موقف قطر والسعودية كيف تنظر إلى موقف السعودي والموقف القطري من الأحداث الجارية في سوريا أساسا ما تم موارسته فيما يتعلق بموضوع السوري هو جريمة ضد الإنسانية أن تحاول تغيير سلطة شرعية في بلدنا إن كان هذا الشعب متضايا منزعج من هذه السلطة يستطيع بنفسي أن يغيرها يستطيع بنفسي أن يحرر نفسه أن يقرر مصيره يستطيع أن يغير رئيسه وإنهارات ولكن أن تجلب الإرهابيين من كافة أنحاء العالم لكي تغير هذه النظام هو عمل ضد الإنسانية هو جريمة ضد الإنسانية أعتقد أن هذه الحكومات يجب أن تحاكم في المحاكم الدولية وإن كنا نخرج ضد من يتدخل في شؤوننا الداخلية أيضاً بشكل مكان يتدخل في شؤوننا الداخلية في الوقت ذات يجب أن نخرج ضد من يتدخل في شؤون الغير كيف يتدخل في تقرير مصيره ضد الإنسانية؟ أنا أقول هذا بأن دائماً أن نعيش مرحلة تاريخية تحتاج إلى الكثير من التحليل العميق فلأول مرة في العالم نشهد بأن يتم جمع إرهابيين من سمانين دولة في العالم ويهاجمون دولة معينة لتغيير نظامها لأول مرة يجري هذا الأمر في العالم لم يتم تجربة هذا الأمر في العالم سابقاً وإن نجح في ذلك سيجربون ذلك في دولة أخرى غداً أحكんでيئننا والمرة في العالم نفسك ربما يقولون غداً أن نغير تركيا أيضاً وإن من التحليل الدوري يتعلي غداً هل سنعطيهم الحق في ذلك؟ سرات تحرير. ساعدهم المحابي掌 ؟ هل سنعطيهم الحق في ذلك؟ هل سنقول بأن حربيهم من أجل فرد فرد نفسهم هي حربي المشروع؟ هل سنقول بأن حقهم أن يفردوا بقوة السلاح على الشعوب ذهنيتههم وكيف سيتصرف هذه الشعوب… من خلال الإرهاب والقتل والتخويف والترهيم هل يمكنك من خلال هذه الأمور أن تغير نظام حيات الشعب هادي Suriye'de يومدك تمام لن أفرض أننا قبلنا ذلك في Suriye إذن سيغيرون تركيا وسيغيرون لبنان وسيغيرون العراق لأن هذا سيفتح الطريق لنظام يعم المنطقة نظام من القتل والقمع والترهيب وظهر للجميع بأنه ليس همهم الدمقراطية والحقوق ففي الخلافة لا يوجد دمقراطية ولا يوجد تسامح في الخلافات ولا يوجد حريات في الخلافة وهم ليس لديهم سوى الخلافة خيار في هذا الموضوع كنت تحدثنا عن أن زيارتك إلى سوريا جاءت لنقل الحقيقة كما هي على أرض الواقع بعيدا عن تشويه وسائل الإعلام سواء التركية أو العربية والغربية التي تحاول من خلالها نقل السورة ما الذي وجدته والتي سوف تنقله إلى تركيا خصوصا أن هذه ليست زيارتك الأولى إلى سوريا كما قال مدينة سوريا؟ أنا أتي إلى سوريا بشكل مستمر وكتبت خلال سلس سنوات حوالي 450 خبر حول سوريا حوالي 200 خبر من هذه الأخبار كانت من أجل تصحيح الأكاذيب غيرت هذه الأخبار التي كنت تنقلها استطاعت أن تحدث تغييرا في الرأي العام التركي طبعا قبل سنتين كان الناس يتحدثون عن وجود ديكتاتور في سوريا واليوم لا يوجد باستثناء حزب العدال والتنمية من يطلق على الرئيس السوري لقب ديكتاتور وهناك كانت كذبت أنهم سيحضرون الدمقراطية إلى سوريا والآن الجميع يعرفون أن الأمر ليس كذلك فهؤلاء البدائيين والجميع أصبح يعلم بأن هؤلاء البدائيين اللي قطاعين رؤوس لن يستطيعوا إحضار الدمقراطية إلى أي منطقة وأنه لا يريد نظاماً دينياً وأنه لا يريد نظاماً دينياً وأنه لن يتخلى عن علمانيته وأنه يحافظ على وأنه معتاد على الحياة المتنوعة وأن في سوريا من المعيب أن يسأل المرء إنسان آخر ما عن دينه أو مذهبه ونعرف بأن حتى في السلطة يوجد من كل المزاهب وأنهم لا ينظرون لمذهب كل شخص بل لنجاحي ولمهارتي ولخبرته نعرف بأن هذه الحرب هي حرب إعلامية ويوجد أمامنا إعلام قوي ونحن أعتقد بأننا نجحنا من خلال ما نملكه من وسائل محدودة في الإعلام يعني في الوقت المتبقي ليس لدينا الكثير من الوقت لكن أصدرت كتاب تحت عنوان الأسد وهزيمة حكومة حزب العدالة والتنمية وقلت بأنه سوف يتم ترجمته إلى العربية ونشر هذه الكتب كيف تخدم الوعي في أشار العام سواء التركي أو حتى العربي والغربي بشكل أكبر كيف تحديدا كيف تبقى في تركيا كميينة في مقاومة بشكل أهم برأي أن يكون له توفر جيد لك وهذا كان له توفر جيد في تركيا نحن شرحنا خلال هذا الكتاب ما الذي تغير خلال أزمة ثلاث سنوات في سوريا وتحدثنا عن من الذي تقاتلهم سوريا من هم أعداء سوريا؟ من هم أعداء الشعب السوري؟ تحدثنا أيضا عن موقع تركيا في هذه الحرب وقد أوضحنا ذلك من خلال الوثائق وتحدثت أيضا عن انطباعات في كل مرحل مراحل التي مرت فيها سوريا وفي النهاية وضعت الريبرتاج الذي أجريته مع السيد رئيس سوريا برأي سيكون له سيكون له فائدة جيدة أيضا في سوريا إن شاء الله كلمة أخيرة لم يبقى من الوقت سوى دقيقة كلمة أخيرة توجه بها سواء للشعب السورية أو للشعب التركي تركيا؟ من 1980 يلل أنا جئت عام 1982 إلى سوريا ويومها كنا نقاتل من أجل القضية الفلسطينية سوريا حقا سوريا يشتغلون لأجل قضية الفلسطينية وأنا مضطر لأن أكون إلى جانب الشعب السوري بكل أخلاقي المهنية وضمير المهني وأنا أؤمن تماما بأن الشعب السوري على حق وسينتصر لم أتردد يوما في الدفاع عن هذا الشعب سنرى الانتصار قريبا جدا إن شاء الله ونتمنى أيضا الخير والسلام للشعب التركي وأن يتنفس الديمقراطية التي كنت تتحدث عنها وأن يعود إلى ديمقراطيته التي كان معتادا عليها عمر أديميش الكاتب الصحفي التركي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا هنا في سوريا كل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابع عشت ومعاشة سوريا بألف ألف خير بأمان الله